اهلا بكم هذا العالم يعيش حالة من الفوضى في ظل ما يحدث من قتل ودمار في غزة فالوضع في القطاع غير مسبوق وشعب بأكمله يباد نتعايش الآن مع مصطلحات باتت تتكرر كثيرا منذ السابع من أكتوبر فبات من الضروري امتلاك القدرة على معرفة بعض المصطلحات خصوصا القانونية منها سنتحدث اليوم عن محكمة العدل الدولية مختصاصاتها وما طبيعة تركبتها وما القيمة القانونية لقرارتها مع ضيفنا بالستوديو الدكتور محمد شلالدي البروفيسور في القانون الدولي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بداية دعنا نشاهد التقرير التالي الذي أعده مهند العدم ثم نعود لاستكمال المحاور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بداية دكتور نريد شرح موجز عن محكمة العدل الدولية وما طبيعة عملها يعني أولا الأمم المتحدة أنشئت بعض الحرب العالمية الثانية هناك ستة أجهزة رئيسية للأمم المتحدة مجلس الأمن الجامعية العامة مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة أو السكرتاري العامة هناك ستة أجهزة وإذا شبهنا حيئة الأمم المتحدة بالنظم الوطنية هناك ثلاث سلطات تشريعية في الأمم المتحدة سلطة تشريعية وهي تضم 193 دولة الجمعية العامة للأمم المتحدة وسلطة تنفيذية مجلس الأمن وسلطة قضائية ممثلة في محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية هي أجت خلفا في ظل عصبة الأمم التي هي بعد الحرب العالمية الأولى كانت هناك تسمى المحكمة الدائمة للعدالة الدولية وبالتالي مع انتهاء الحرب العالمية الثانية انتهت وجاءت محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية هي جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة وبالتالي لها اختصاصان اختصاص قضائي واختصاص استشاري أو افتائي الاختصاص القضائي هو النظر في المنازعات الدولية وعندما اقول منازعات الدولية حدود وحيرة الى اخره نزاع ما بين دولتين وعندما تذهب الدولتين او الاكثر الى رفع قضية امام محكمة العدل الدولية يكونوا متوفقين حتى يكون الحكم ملزما يعني باتفاقتين الدولتين او ممكن من خلال نص في اتفاقية كاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية المادة التسعة بتقول اذا ارتكبت جريمة الابادة الجماعية على اراضي دولة عضو في هذه الاتفاقية او تفسير الاتفاقية او تطبيقها من حق الدولة اي دولة ان ترفع قضية امام محكمة العدل الدولية وهذا ما ذهبت اليه جنوب افريقيا نعم استنادنا الاتفاقية وثالثا وثانيا هناك اختصاص افتائي والقرار الذي يصدر عن محكمة العدل الدولية بالاختصاص القضائي هو ملزم وفي حال الدولة اذا لم تلتزم بتطبيقه او تحترمه مجلس الامن هو المسؤول بالزام واجبار هذه الدولة بتطبيق او احترام هذا الحكم القضائي الذي صدره وهناك صوابق عديدة صدرت يعني اجيب مثال نزاع ما بين قطر والبحرين حول جزر حوار عادت هذه الجزر الى السيادة البحرانية بكل سهولة وهناك الاختصاص الافتائي او الاستشاري الاختصاص الافتائي والاستشاري من الذي يطلب الاختصاص الرأي الاستشاري او الافتائي ليست الدول وليس الافراد وانما اجزت الامم المتحدة الرئيسية اللي هي الجمعية العامة او مجلس الامن وعندما يصدر الرأي الاستشاري او الافتائي هو تفسير لقضية معينة او مسألة قانونية وليست مسألة سياسية لمسألة قانونية معينة ويصدر هذا الرأي الاستشاري وله قيمة قانونية واخلاقية وادبية مهمة جدا وهو مرجعية كما صدر الحكم القضائي او الرأي الاستشاري حول جدار الفصل عنصري أنه غير قانوني وغير مشروع ويجب تفكي كوة وتعويض من تضرر من بناء هذا الجدار سنتحدث عن جزئية الجدار لكن أود سؤالك كم قاضي في المحكمة وكم قاضي يجب أن يصوت على أي قرار يظهر عن هذه المحكمة قضاة محكمة العدد الدولي عددهم 15 ينتخبون من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن وهؤلاء القضاة يمثلون النظم القانونية في العالم والجغرافية يعني القارات يعني ما هي النظم القانونية؟ نظام الأنجلوسكسوني، النظام اللاتيني، الشريعة الإسلامية وغيرها ونظم قانونية أخرى وبالتالي عددهم 15 ينتخبون من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن وينتخبون لفترة 9 سنوات وإذا توفى أحدهم ممكن الدولة أن تعين خلفا له ويستمر في هذه الفترة فترة القاضي السابق القضاء 15 ورئيس المحكمة ونائبه ينتخبون من قبل أعضاء المحكمة 15 بالنسبة لقضاة محكمة العدد الدولية شروط اختيارهم هم قضاء كذلك تمتعون بالسيرة الحسنة والخبرة ويكونوا متبوئين منصبا قضائيا عاليا في الدولة التي جاءوا منها وبالتالي هم يمثلون أنفسهم ولا يمثلون هذه الدولة علما أنهم يحملون جنسية هذه الدولة نعم ولكن يمكن أن يكون عدد القضاء أكثر بمعنى مثل قضية جنوب أفريقيا المرفوع أمام محكمة العدد الدولية عدد القضاء 15 إسرائيل لا يوجد لديها قاضي في المحكمة وجنوب أفريقيا كذلك إذا كانت القضية من قبل هتين الدولتين يمكن ما يسمى بالقاضي الخاص أو القاضي المؤقت تختار الدولة ويصبح قاضيا إذا تساوت يعني إفرض عدد القضاء 16 تساوت الأصوات رئيس المحكمة له صوتين هو المرجح هو المرجح في اتخاذ أي قرار أو حكم قضائي يصدر عن محكمة العدد الدولية ومحكمة العدد الدولية القواعد القانونية التي تستند إليها هي المعاهدات والاتفاقيات الدولية مبادئ القانون الدولي العامة والأعراف الدولية والأحكام القضائية وأرى الفقهاء القانون الدولي في هذا الجنب يعني هذه الأسانيد القانونية التي تصدر عن محكمة العدد الدولية ومحكمة العدد الدولية قامت بحل العديد من المنزعات يعني أتحدث في جانب قانوني دعنا نتحدث عن موضوع جريمة الإبادة الجماعية اليوم تنظر المحكمة في قضية وقف الإبادة الجماعية في غزة المقدمة من دولة جنوب إفريقيا يعني وأيضا ستنضم دول أخرى إلى جنوب إفريقيا ما أهمية انضمام دول أخرى إلى جنوب إفريقيا وتحديدا مصر يعني أولا القضية أو الدعوة القضائية المرفوعة من قبل دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل باتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدد الدولية على ماذا سندت جنوب إفريقيا ولماذا جنوب إفريقيا ولماذا لم تكن دولة فلسطين نعم الإجابة أولا دولة جنوب إفريقيا هي عضو مصادق على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 48 وإسرائيل كذلك عضو مصادق ودولة فلسطين كذلك عضو منضم إلى هذه الاتفاقية وبالتالي نحن لسنا دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وبالتالي تأخذ إجراءات معقدة وتأخذ موافقة مجلس الأمن إذا رفعنا وقبلنا باختصاص النظام الأساسي لمحكمة العدد الدولية فمن هنا جاءت دولة جنوب أفريقيا أولا لأنها تعرضت إلى نظام الفصل عنصري للأبرتايد والذين تعرضناه كشعب فلسطيني في هذا الجانب وإسرائيل تمارس سياسة الفصل عنصري والأبرتايد بحق الشعب الفلسطيني كما حصل في جنوب أفريقيا ودعما للشعب الفلسطيني هل انضمام دول أخرى إلى جنوب أفريقيا يدعم الموقف أم مجرد دولة واحدة كافية؟ يعني دولة جنوب أفريقيا رفعت هذه الدعوة ولكن في النظام الأساسي لمحكمة العدد الدولية يجوز للدول ما يسمى بالتدخل المباشر أو الانضمام نعم فبالعكس انضمام العديد من الدول مهم جدا وله بعدا قانونيا هاما جدا كتركيا ومصر وكولومبيا وبانجلدش يعني في العديد من الدول انضمت وندعو من هذا المنبر الدول العربية والإسلامية أن تنضم إلى هذه الدعوة هل انضمام يترتب عليه عقد جلسات جديدة؟ هو يعني ما معنى الانضمام؟ الانضمام هو كدولة كمصر أولا ليس فقط تنضم تعلن انضمامها ولكن تأتي ببينات وأدلة وإثباتات جديدة ممكن لم تحصل عليها دولة جنوب أفريقيا ودولة مصر دولة جارة ودولة تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني ولها قيمة قانونية هامة جدا وخبرة قانونية هامة جدا وخاصة مع إسرائيل وقع اتفاقية كام ديفيد وأخذت حرب قانونية وهي التحكيم الدولي في طابة وعدت طابة إلى السيادة المصرية وبالتالي مصر لها تجربة قانونية وتركيا لها تجربة وبالتالي بالعكس انضمام هذه الدول يعطي البعد القانوني ويأتي بأدلة وإثباتات قانونية جديدة لدى المحكمة العدل الدولية حتى تصدر حكمها القضاء في اتهام إسرائيل بجريمة الإبادة الجمعية أنا أقول أن الدعوة المرفوعة من قبل دولة جنوب أفريقيا تقدمت بطلب حول التدبير المؤقتل احترازية أو التدبير الاحترازي هذا السؤالي كان القادم ما معنى تدبير احترازية التدبير الاحترازي يعني دولة جنوب أفريقيا تقدمت بهذه الدعوة القضائية يعني هي أقرب في القضاء الوطني بقضايا الأمور المستعجلة يعني حتى تضيع الأدلة وحتى نستطيع منع الاستمرار في ارتكاب جريمة انتهاك حقوق الإنسان هناك الدولة من حقها أن تطلب تقدم بطلب اللي هي التدبير المؤقتة أو التدبير الاحترازية أو التدبير التحفظية في هذا الجانب وفعلا دولة جنوب أفريقيا تقدمت بست تدبير اللي هي اتخاذ جميع التدبير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية وضمان عدم قيام الجيش بأي أعمال إبادة جماعية ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة ولحد الآن القادة الإسرائيلين يحرضونها وهذا يعتبر تحريض في القانون الدولة الجنائي من جريمة الإبادة الجماعية واتخاذ جميع الإسراءات ورفع تقرير وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة هذه التدبير الستة مهمة جدا وبالتالي إسرائيل ملزمة يعني القيمة القانونية للتدبير التي اتخذتها محكمة العدد الدولية هي نفس القيمة القانونية كأنه حكم قضائي وبالتالي إسرائيل ملزمة بتنفيذ هذه التدبير المؤقتة لحين صدر القرار نعم لحين صدر القرار ودولة جنوب أفريقا تقدمت بطلب جديد وهي لوقف العمليات العسكرية والهجوم على رفح بطلب جديد وهذا ستجاوب يعني المحكمة قريبا سترد بقبول هذا الطلب وهذا ملزم لإسرائيل باحترام وتطبيق هذه التدبير ملزم لكن لا يوجد شيء على أرض الواقع يعني ما صار شيء أنا أتحدث من ناحية قانونية وملزم قانونية بسية يعني أولا التدبير المؤقتة لها نفس القيمة القانونية بالحكم القضائي والحكم القضائي الصادر عن محكمة العدد الدولية ملزم ملزم وفي حال الدولة كإسرائيل لم تلتزم بتنفيذ واحترام هذا القرار من حق دولة جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى لأن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة يعني الدول ملزمة بمعاقبة ومحاسبة ومسائلة من ارتكب جريمة الإبادة الجماعية وبالتالي إسرائيل حاليا في قفص الاتهام متهمة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية إسرائيل في قفص الاتهام ما الأدلة المطلوبة لإثبات وقوع جرائم حرب ضد إسرائيل أولا اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في هناك ركنين لجريمة الإبادة الجماعية الركن المادي والركن المعنوي الركن المادي هو يعني أي أفعال ارتكبت من قبل هذه الدولة على أساس عرقي أو إثني أو قومي أو عنصري أو ديني بقتل أفراد الجماعة جزئيا أو كليا وهنا إسرائيل قتلت أبناء الشعب الفلسطيني لأنهم فلسطينيين وثانيا يعني إخضاع الشعب الفلسطيني جزئيا أو كليا إلى ظروف معيشية سيئة وما قامت به بتجويع السكان المدنيين وعدم مصول الإمدادات الطبية والغذائية إلى الشعب الفلسطيني وهذه جريمة بحد ذاتها وتعريضهم إلى أعمال جسدية وعقلية وثانيا منع الإنجاب وثالثا ترحيل وهو ما يسمى بالتطهير العرقي يعني الترحيل الإجباري للسكان المدنيين من منطقة بعينها أو من قرية أو من مدينة بعينها وهذا ما قامت به إسرائيل هذا ما يسمى بالركن المادي ولو توفر الركن واحدا عقدت المسؤولية تصريحات المسؤولين تعتبر أدلة أيضا نعم هذا سأتي له الركن المادي المعنوي هو ما معنى الركن المعنوي وهذا هو لماذا تأخذ فترة طويلة إثبات جريمة الإبادة الجماعية لإثبات القصد الخاص أو الركن الجرمي أو الركن المعنوي وهو نية في إبادة جزء أو كل من الشعب الفلسطيني وهذا ظهر جليا من خلال تصريحات وزير الثقافة أو التراث عندما قال بضرب قطاع غزة بقلبة نووية وتصريحات سموترش وينجافير كذلك في أكثر من مناسبة وتصريحات القادة الإسرائيليين وحتى الأمريكان قالوا يغضوا عليهم بضربهم بقلبة نووية كما سيناتور أمريكي قال بضرب غزة كما حصل بهالوشيمونة جزاكي هذه التهديدات أساسا تعتبر جزء من جريمة الإبادة الجماعية وهو مسمى بالتحريض أو التآمر على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وبالتالي أنا أقول من حيث المبدأ أن جريمة الإبادة الجماعية هي متوفرة بركنيها المادي والمعنوي ولكن التدابير المؤقتة هي تدابير مستعجلة إسرائيلي ملزمة بتطبيقها وإذا لم تلتزم من حق دولة جنوب أفريقيا أو دولة أن تذهب إلى مجلس الأمن وهنا مجلس الأمن له صلاحيات بفقا للاختصاصات صلاحيات وقائية يصدر بقطع العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو تدابير عسكرية في هذا الجانب بإلزام إسرائيل بتنفيذ هذا الحكم القضائي الذي يرتقي لحين صدور الحكم القضائي ويأخذ فترة طويلة ماذا سيصدر عن محكمة العدل الدولية؟ تحميل إسرائيل وإدانتها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والذي يترتب عليه مسؤولية مدنية بجبر الضرر والتعويض للشعب الفلسطيني من جراء هذه الجريمة وهناك صواب قضائية كالدعوة المرفوعة من قبل أو رفعة من قبل البوسنة والهرسك ضد ديوغ أسلافيا سابقا ومينمار كذلك في دعوة في اتهام بجريمة الإبادة الجماعية دكتور دكت عن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين في الحرب على غزة هل لها فعلا قيمة قانونية هذه التصريحات؟ وقاد الإسرائيليين مع أول ما يدركوا أن هذه التصريحات لها قيمة قانونية لذلك صرحوا فيها؟ هذه التصريحات أساسا موثقة في الدعوة المرفوعة من قبل دولة جنوب أفريقيا كل قائد ماذا قال أو ماذا صرح أو ماذا كتب أو ماذا قال كلها موجودة وهذا يعني عمل قدرات محكمة العدد الدولية في التحقيقات وفي الإثباتات وفي الأدلة وهذا يأتي دور الدول المنضمة إلى هذه الدعوة الذي يعزز الدور الرئيسي لدولة جنوب أفريقيا في إثبات بالأدلة الجنائية والأدلة والإثباتات وهنا أؤكد على قضية في غاية الأهمية أن محكمة العدد الدولية يعني ما الفرق أو التمييز بين محكمة العدد الدولية والمحكمة الجنائية الدولية أين يتقاطع؟ نعم محكمة العدد الدولية هي جهاز تابع للأمم المتحدة جهاز قضائي وهي محكمة دول بمعنى تسائل الدول عن بالمسؤولية المدنية يعني مسؤولية تذات طابع مدني وليس جنائي نعم كالقضية المرفوعة أو نزاع ما بين دولتين بينما جنائية للأفراد نزاع أو اختلاف ما بين دولتين حول حدود أو أي قضية أخرى بينما المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة أفراد تسائل الأفراد عن المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية لأول مرة في تاريخ القانون الدول الجنائي تكون مسؤولية جنائية فردية شخصية يعني بدأت بالحرب العالمية الثانية بتشكيل محاكم نيوربيرغ وطوكيو ما قبل ذلك كانت تسائل الدول ومن هنا أقول أن المحكمة العدل الدولية لها طابع قانوني هام جدا يمكن الاستفادة منه أمام المحكمة الجنائية الدولية بتحميل القادة الإسرائيليين بجريمة الإبادة الجمعية يعني ليس فقط مقصورا على جريمة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وإنما يمكن مساءلة القادة الإسرائيليين عن ارتكاب جريمة الإبادة الجمعية في شقها المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية كنت أود سؤالك سألتك في الحلقة السابقة عن المحكمة الجنائية الدولية هل نستطيع محاكمة دولة الاحتلال بأثر رجعي وأود تكرار السؤال بما يخص محكمة العدل الدولية منذ عام 48 مرورا بالمجازر سبروشاتيلا وأيضا ذكرنا التنطورة ودرياسين وغيرها هل تستطيع محكمة العدل الدولية محاسبة الاحتلال بأثر رجعي على هذه الجرائم؟ يعني أنا أقول أن هناك نص في اتفاقية أو في قرار صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم سقوط أو عدم التقادم في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجمعية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجمعية والمعاقب عليها لا تقادم عليها في هذا الجانب وبالتالي نستطيع من الأسبقيات التاريخية الإسرائيل أمام محكمة العدل قد تدينها أيضا أو تساهم في تعجيل مسار القضية؟ نعم نستطيع أن نسائل أمام القضاء الوطني للدول نستطيع أمام محكمة العدل الدولية ونستطيع كذلك المسائلة أمام المحاكم الإقليمية الدولية ونستطيع كذلك ملاحقة ومسائلة إسرائيل وملاحقتها قضائيا أمام ما يسمى بالاقتصاص أو الولاية الاقتصاص القضائي العالمي هناك العديد من التشريعات الجزائية للدول وخاصة الدول الأوروبية تجيز ملاحقة من يرتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جمعية وجرائم ضد الإنسانية ومن هنا من هذا المنبر أدعو الدول العربية والإسلامية والدول المحبة لتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أن تعترف بالاقتصاص أو الولاية الجنائية العالمية أو الاقتصاص القضائي العالمي أن تسهم في تشريعاتها الجزائية وذلك لمسائلة وملاحقة من يرتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جمعية وجرائم ضد الإنسانية دكتور القضية كم من الوقت ستستغرق؟ سقف الزمن إلى هذه القضية أديش وقت؟ أولاً لا يوجد وقت محدد أمام محكمة العدد الدولية ولكن حسب التجارب الدولية تأخذ وقتاً لإثبات النية أو الجرم الخاص أو النية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ممكن سنتين ممكن ثلاث في حال توقف الحرب هل تسقط القضية أم تبقى مستمرة؟ لا تسقط القضية هذه القضية تبقى مستمرة لمسائلة ملاحقة إسرائيل مدنياً بجبر الضرر والتعويض وإدانتها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتي تصلح أن تكون دليلاً جنائياً أمام المحكمة الجنائية الدولية أو أمام أي قضاء جنائي أو أمام أي قضاء وطني هذه الدعوة المرفوعة من قبل دولة جنوب أفريقيا تشجع قضاء المحكمة الجنائية الدولية والسيد كريم خان بأن ينظر بكل قوة إذا المحكمة العدد الدولية يعني حالياً إسرائيل في قفص الاتهام بارتكاب جريمة الجرائم وهي الإبادة الجماعية فما بالك في جرائم الحرب التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني ليس في غزة وإنما في الأرض الفلسطينية محتلة اليوم في جنين ست شهداء وبالتالي يومياً ترتكب أبشع الجرائم ومن هنا إذا لم تساءل إسرائيل وتلاحق جنائياً ودولياً ستبقى مستمرة في ارتكاب هذه الجرائم وهذه يعني أنا أقول إصدار مذكرة القبض والتوقيف من قبل المدعي العام هي ترسيخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي هي ترسيخ للعدالة الجنائية وهي توثيق للانتهاكات الإسرائيلية وهي انكشاف للفكر الصهيوني الذي فعلاً هو يرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني نعم دكتور عام 2004 بخصوص جدار الفصل العنصري صدر قرار من المحكمة العدل الدولية بوقف بناء الجدار الفصل العنصري وإزالة المبني منه وتعويض الفلسطينيين لكنه لم يكن ملزماً فما الفرق بين هذه القضية وهذه؟ لماذا هذه ملزمة وهذه غير ملزمة؟ أولاً في الشق للاختصاص القضائي للمحكمة العدل الدولية كالقضية المرفوعة من قبل دولة جنوب أفريقيا أو من قبل دولة نيكراكوا ضد ألمانيا هذه القرار الذي يصدر هو ملزم من ناحية قانونية والمسؤول عن إذا الدولة أخلت أو لم تقم بتنفيذ مجلس الأمن وفقاً الفصل السابع نعم انتهينا إذن الاختصاص القضائي ملزم بالنسبة للاختصاص الإفتائي أو الاستشاري الذي يطلب الرأي الاستشاري في حول أي مسألة قانونية هو مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو أي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة وبالتالي الرأي الاستشاري الذي يصدر عن محكمة العدل الدولية وخاصة بخصوص الجدار عام 2004 أو حالياً مطروح أمام محكمة العدل الدولية مسألة قانونية هامة جداً من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ما هي الأثار القانونية المترتبة على الاحتلال طويل الأمد ستجيب المحكمة عن عدة أسئلة عن حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني عن سياسة الفصل عنصري أو الأبرتايد التي تقوم بها إسرائيل عن العديد من القضايا عن الدولة الفلسطينية عن قرار التقسيم عن قرارات مهمة جداً في هذا الجانب وبالتالي ما هي القيمة القانونية للرأي الاستشاري الذي يصدر عن محكمة العدل الدولية أنا من وجهة نظري القانونية أقول أن الرأي الاستشاري يتمتع بقيمة قانونية هامة جداً في القانون الدولي هو يعتبر مرجعية لأي مفاوضات مستقبلية ما بين دولة فلسطين وإسرائيل حول الحل النهائي سواء في موضوع القدس سواء في موضوع الحدود سواء في موضوع حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات حتى أقول أن في قرار التقسيم نص هناك إذا أي خلاف حول تفسير أي بند من بلون قرار التقسيم من حق الأطراف أن يلجوا إلى محكمة العدل الدولية وبالتالي أقول نحن من خلال محكمة العدل الدولية ستجيب المحكمة وبالتالي نستطيع أن ننفذ هذا الرأي الاستشاري الذي صدر عام 2004 من خلال آليات قانونية وقضائية من خلال مجلس الأمن ومن خلال الجمعية العامة ومن خلال أجلسة الأمور في حال صدور قرار الإدانة ما الخطوة المقبلة وما العقوبات إذا طبعا صدر الحكم القضائي في الدعوة المرفوعة من قبل دولة جنوب أفريقيا من قبل قضاة المحكمة ونأمل كذلك سيصدر حكم بإدانة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بتوفر ركنيها المادي والمعنوي وثانيا سيصدر حكما قضائيا بجبر الضرر والتعويد يعني هذه هدم الممتلكات العامة القتل الجماعي والفردي التهجير القصري للسكان المدنيين الاعتداء على الأطقب الطبية والصحية كافة الانتهاكات على الممتلكات الثقافية والدينية داخل قطاع غزة كل هذه ستكون هناك لجان لحصر كافة الأضرار وسيصدر حكم قضائي بإلزام إسرائيل بجبر الضرر والتعويد وهنا أدعو كذلك إلى تشكيل لجنة تحقيق من قبل الجمعية العامة أو مجلس الأمن لحصر كافة الأضرار منذ عام 48 حتى اليوم لأن الشعب الفلسطيني تعرض إلى العديد ليس أنا أقول هناك يعني الدولة تتحمل مسؤولية في شقيها المسؤولية المدنية جبر الضرر والتعويد والمسؤولية الجنائية الفردية والشخصية سواء أمام القضاء الجنائي هل تستطيع إسرائيل تجاهل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية؟ يعني إسرائيل بطبيعة الحال هي دولة مارقة وخارقة لمثاق الأمم المتحدة إسرائيل منذ عام صدور قرار التقسيم عام 47 وهي الدولة الوحيدة التي قبولها معلقا على شرطين تطبيقها واحترامها للقرار التقسيم وقرار حق العودة والتعويض بيو 94 وبالتالي مشكوك في عضويتها في الأمم المتحدة بمعنى أنه يطبق الشق الأول بقيام الدولة الإسرائيلية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ولا يطبق الشق الثاني وهذا ننتظر الدول التي اعترفت بقرار التقسيم ملزمة بالاعتراب بدولة فلسطين وبالتالي أقول أن إسرائيل بغض النظر عن عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارات الصادرة عن الجمعية إسرائيل أنشأت موجب قرار صادر من الجمعية العامة إذا تحدثنا عن مدى الإلزامية أو عدم الإلزامية وبالتالي إذن هي منزمة أي أراضي احتلت خارج قرار التقسيم أنا أقول من وجهة نظر القانون الدولي تعتبر أراضي محتلة أنا أتكلم قانون دولي وبالتالي إسرائيل لا بد في هذه العنجهية وهذه الإبادة الجماعية وهذه الجرامل التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني لا بد لهذا العالم ولهذا المجتمع الدولي الذي يدعي الدموقراطية وحقوق الإنسان إعادة النظر في عضوية إسرائيل إذا الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقل الفيتو ضد عضويتنا الكاملة في الأمم المتحدة لا بد من إعادة النظر في عضوية إسرائيل بأن تصبح عضوا مراقبا بعدم تطبيق الشق الأول وهو العضوية الكاملة للدولة فلسطين وبالتالي أنا أدعو إلى إعادة النظر في المركز القانوني لإسرائيل هذا جانب مهم جدا وأدعو الدول إلى إعادة النظر في نظر إذا أمعنت الدولة في انتهاك مثاق الأمم المتحدة حسب المادة 6 يمكن فصل هذه الدولة من خلال قرار من الجمعية العامة وبتوصية من مجلس الأمم فهناك آليات قانونية وقضائية يمكن اتخاذها حتى نضع حدا لهذا التمرد من قبل هذه الدولة على مبادئ وقواعد القانون الدولي والمشكلة أن إسرائيل منضمة ومصادقة على العديد من الاتفاقية الدولية ولكن على أرض الواضع على أرض الواقع لا تطبق أي اتفاقية ولا تطبق أي قرار هنا قرارات في مجلس الأمن حول قرار الاستيطان كلما أخير دكتور بشأن قرارات المحكمة ماذا تتوقع أن يحدث وهل إسرائيل تخاف من شبح العزلة الدولية والحرمان من الدعم الدولي وهذا سيجعلها راضخة لقرارات محكمة العزلة الدولية هي حاليا في حالة عزلة دولية وهذلك من خلال حركة التضامن العالمية الأممية التي أصبحت القضية الفلسطينية هي قضية أممية قضية عالمية تمس كل مواطن وكل جامعة وكل مؤسسة في العالم ليست الدول فحز هذا جانب الجانب الآخر إسرائيل في عزلة دولية هناك العديد من الدول قالت وصرحت بأن حتى تصدير الأسلحة لها يشكل انتهاكا وهذا يخالف القانون الأمريكي والقوان الأساسية الأمريكية وهناك دعوة مرفوعة من قبل نيكراكوا ضد ألمانيا وندعو الدول أن تحذو هذه الدول كدول في أمريكا اللاتينية كولومبيا وغيرها ونيكراكوا بقطع للاقات الدبلوماسية وكما فعلت تركيا بقطع للاقات التجارية وبالتالي هذا هو القانون الدولي وكما قلت أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان إذا لم يقترن بجزاء وعقوبة لا قيمة له ويبقى حبرا على ورق في القانون الدولي ومن هنا نأمل أن تفعل الآليات القانونية سواء على مستوى القضاء الدولي سواء على مستوى الأجهزة التنفيذية للأمم المتحدة كمجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وأن تعطى الصلاحيات القانونية الجمعية العامة ليست فقط مقصورة على الدور الرئيسي لمجلس الأمن ولكن استنادا إلى قرار الاتحاد من السلم ليعم السلام وما يحصل في فلسطين من قبل إسرائيل بارتكابها جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجمعية وجرائم ضد الإنسانية يهدد الأمن والسلم في العالم أجمع وليس يهدد الأمن والسلم في فلسطين دكتور محمد شلالدة شكرا جزيلا على تواجدك معنا اليوم شكرا إذن الأنظار تتجه إلى ما ستقرر المحكمة بشأن التدابير الإضافية التي طالبتها جنوب إفريقيا ويبدو أن طريق العدالة طويل ونحن ننتظر يكاد شعب بأكمله أن يباد إلى متى لا أحد يعلم نأمل أن يأتي اليوم الذي يرى فيه الشعب الفلسطيني الوجه الحقيقي للعدالة المسلوبة إلى أن نلقاكم الإسبوع المقبل في أمان الله اشتركوا في القناة